وبعث وزير الداخلية محمود توفيق برقية تهنئة للرئيس السيسي بمناسبة ذكرى ثورة يوليو المديدة وأكد وزير الداخلية خلال البرقية أن الاحتفاء بهذه الثورة المديدة إنما يجسد مسيرة العطاء والوفاء لإعلاء القيم الشامخة والمبادئ الراصخة في ضمير ويقين الأديال كما بعث وزير الداخلية برقيات تهنئة لرئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي ورئيس مجلس الشيوخ المستشار عبدالوهاب عبدالرازق ورئيس مجلس الوزراء والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي ورئيس أركان حرب القوات المسلحة